بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون أيها الأخوات المستمعات سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لباب الشهاب والتي نقف فيها على معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه هذا الحديث رواه أبو عبد الله القضاعي في مسند الشهاب عن عدي بن حاتم الطائي وابن عمر وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين ورواه أيضا جماعة من الأئمة رواه الحاكم وابن ماجه والطبراني والبزار وغيرهم وهو حديث يتقوى بتعدد طرقه وله شاهد أخرجه أبو داود من حديث الشعبي مرسلا بسند صحيح وقد حكي الخطيب البغدادي رحمه الله قصة لطيفة بخصوص هذا الحديث في ترجمة الإمام الدار قطني يستدل بها على سعة حفظه ومعرفته رحمه الله ذلك أن الدار قطني أملى على أحد الغرباء في مجلس واحد وكان قد أهدى له شيئا أملى عليه حديثه صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه من سبع عشرة طريقة مستمعي الكرام قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه له قصة وسبب وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى ضاق المجلس بأهله وامتلأ فجاء جرير بن عبد الله البجلي فلم يجد مكانا فقعد على الباب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وفرشه له وقال له اجلس على هذا فأخذه جرير فوضعه على وجهه وجعل يقبله ويبكي ورمى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت لأجلس على ثوبك أكرمك الله كما أكرمتني فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وجرير المذكور رضي الله عنه هو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي وكنيته أبو عمر وكان سيدا مطاعا كبير القدر بهي الطلعة جميل الصورة وإن على وجهه مسحة ملك كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامه في رمضان من السنة العاشرة على خلاف في المسألة وقد استعمله صلى الله عليه وسلم على اليمن وشهد رضي الله عنه فتح المدائن بالعراق ومات سنة إحدى وخمسين للهجرة وقد علق الحافظ أبو بكر العامري على هذه القصة بقوله وذلك أن جريرا كان متقدم قبيلته وكريم عشيرته فلما أتى مسلما فلم يجلسوه ولم يوسع له أحد ضنا منهم بمكانهم أي تمسكا منهم بمكانهم من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه وأمرهم بإكرامه لأمور أهمها موافقة الله تعالى فيما أكرمه به من خلعة الإسلام الثاني إنزاله منزلة مثله في التقريب والإكرام إذ كان مقدما ذا رئاسة ومنزلة بين العرب الثالث أنه إذا بدل له كرامته وحفظ عليه منزلته كان سببا لتأكيد حبه للإسلام وتمسكه بدعائم الإيمان إذا رأم كارم أخلاق الدين وإقبال المؤمنين عليه بالتكرم انتهى كلام العامري ومن كلام الشراح في معنى هذا الحديث ما ذكره المناوي في التيسير قال إذا أتاكم كريم قوم أي رئيسهم المطاع فيهم المعود منهم بإكثار الإعظام وإكثار الإحترام فأكرموه برفع مجلسه وإجزال عطيته لأنه تعود ذلك وفمن فعل به غير ذلك فقد احتقره وأفسد عليه دينا وقال الدومي والمراد بالكريم العظيم المقدم في قومه على أي حالة كان لأنه لو لم يكرم لا حصل له حقد يحمله على الضرر فالأحسن إكرامه دفعا لضرره إن كان فاسقا وإعلاء لشأنه إن كان بارا كريما ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره الأمير الصنعاني قال فهذا إرشاد للأمراء إلى إكرام من يفد عليهم من أعيان العشائر والإحسان إليهم وتألفهم لأنه قد يكون عدم إكرامهم سببا إلى فساد أديانهم وموالاتهم مستمعي الأعزاء نظير هذا الحديث في المعنى ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه تعليقا عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس ما نازلهم قال العلماء قوله أنزلوا الناس ما نازلهم أيحفظوا حرمة كل واحد على قدره وعاملوه بما يلائم حاله فلا تسووا بين الخادم والمخدوم والرئيس والمرؤوس فإنه يورت عداوة وحقدا في النفوس والخطاب للأئمة وولاة الأمور ولعامة الناس قال الحافظ السجل الماسي إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه هذا الحديث ينظر إلى قوله عليه السلام أنزل الناس ما نازلهم لأن الكريم إذا أكرمته عرف لك ذلك وازداد من ذلك كرما لكرمه ولأن الإكرام أيضا من كرم الطبائع ألا ترى أن القائل يقول إذا ما تبدى لنا طالعا حللنا الحبى وابتذرنا القيامة فلا تنكرن قيامي إليه فإن الكريم يجل الكرامة انتهى كلام السجل الماسي أخي المستمع أخت المستمعة جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن هند بن أبي هالة في حديث طويل أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم وقوله ويكرم أي يعظم كريم كل قوم بما يناسبه من التعظيم والتكريم ويوليه أي ويجعله واليا وأميرا عليهم إبقاء لمختاره وظهر هذا الهدي النبوي جليا في عام الوفود حيث كان صلى الله عليه وسلم يقر كل رئيس على قبيلته ويوليه أمرها ومن مظاهر إكرامه صلى الله عليه وسلم لكبار القوم الانبساط لهم في الحديث ولين الكلام لهم والتبسم في وجوههم حتى وإن أبغد بعد أخلاقهم وذلك منه صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوبهم ورجاء في أن يسلم من وراءهم روى البخاري عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره وقد ذكر أهل العلم أن الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري وكان سيد قومه وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع ورجى النبي صلى الله عليه وسلم بإقباله عليه أن يسلم قومه وكانوا عشرة آلاف يطيعونه طاعة عمياء وإذا أمرهم تحركوا لا يسألونه فيما ولا إلى أين ومن صور إكرامه صلى الله عليه وسلم لذوي الأقدار والهيئات في أقوامهم الإغضاق عليهم وإجزال العطاء لهم تأليفا لقلوبهم وتحبيبا لهم في الإسلام فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الشهاب قال غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح يعني فتح مكة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أومية وكان من سادة قريش مئة من النعم ثم مئة ثم مئة قال ابن الشهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليه فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليه والأخبار في هذا الباب كثيرة جدا مستمعي الأعزاء من حسن امثثال أئمتنا وعلمائنا لمعنى هذا الحديث وعملهم بمقتضاه ما ذكره القاضي عياد في ترجمة عبد الله بن أبي حسان اليحصبي وهو من أشراف إفريقية بشرف أبيه وبيته وفقه وأدبه قال والقول لعبد الله بن أبي حسان أتيت إلى مالك بن أنس فأصبته قد ارتفع يعني قد رفع مجلسه وباب داره مغلق فدفعت الباب فخرجت إلي جارية فقالت لي من أهل المسائل أنت أم من أهل الحوائج أي من طلبة العلم أو من أهل الحوائج فقلت لها رجل غريب أتيت إلى أبي عبد الله مسلما عليه فقالت لي ليس هذا وقتك أدخل الصقيفة فدخلت فلما كان وقت خروجه فتحت الباب فإذا بمجلس كبير مفروش بالنمارق والمتكآت من أول المجلس إلى آخره وفي صدر المجلس نمرقة عظيمة ومتكأة على اليمين وأخرى على الشمال وأخرى إلى الحائط فقلت في نفسي هذا مجلس الشيخ يعني يقصد الإمام مالك ثم دخلت فخرجت الجارية وفي حضنها مراوح فوضعت على متكأة مروحة ثم دخل مشايخ فقعد ثم خرج مالك يتهادى بين تلك الجارية وفتا ورجلاه تخطان في الأرض من الكبر وكأني أنظر إلى جماله وبهائه وإلى شعر رأسه قد تعقف جعودة حتى أتيا به إلى ذلك المجلس فجلس وسو عليه ثيابه فلما استوى قاعدا سلم فعم بسلامه فردوا عليه السلام فقمت إليه بالكتاب فدفعته إليه ثم قرأ الكتاب فالتفت إلى القوم فقال لهم هذا كتاب ابن غانم وهو قاضي إفريقيا آتاني في هذا الرجل يخبرني عن حاله في بلده وقدره وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم عميد قوم فأكرموه قال فقمت من بين يديه فأوسع لي رجل فجلست ثم ذكر ابن أبي حسان أمورا وصف بها مجلس الدرس إلى أن قال ثم اختلفت إليه فلم يزل مكرما لي رحمة الله ورضوانه عليه وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن فضيلة إكرام كبار القوم وعظمائهم مأمور بها وإن كانوا من غير المسلمين وأنها ليست رهنا بالطمع في إسلامهم قال الحافظ بن عبدالبر في التمهيد وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم أو كريمة قوم فأكرموه ولم يقل إن طمعتم بإسلامه ومن الحكايات الوالدة في هذا المعنى ما ذكره ابن خميس في كتابه أعلام مالقة قال حدثني خالي أبو عبد الله بن عسكر أن الكاتب أبا عبد الله بن عياش كتب يوما كتاب اليهودي فكتب فيه ويحمل على البر والكرامة فقال له المنصور المقصود هنا المنصور الموحد من أين لك أن تقول في كافر ويحمل على البر والكرامة فقال ففكرت ساعة وقد علمت أن الاعتراد يلزمني فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وهذا عام في الكافر وغيره فقال المنصور نعم هذه الكرامة فالمبرة من أين أخذتها قال فسكت ولم أجد جوابا قال فقرأ المنصور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين قال فسررت بذلك كثيرا وشكرته عليه مستمعي الأعزاء إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بحول الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لباب الشهاب شرح وبيان لأحاديث كتاب الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب لنقاض أبي عبد الله القضاعي لباب الشهاب سياحة في رياض الكلم النبوي والحكمة المحمدية لباب الشهاب من إعداد وتقديم الدكتور يونس بعلام إخراج أمينة غربي اشتركوا في القناة